اهلا بكم من جديد مع الطبيب لسا مكملين سلسلة فقراتنا عن مكافحة الاورام دي فقراتنا ليه كل الشرف وليه كل الفخر بانسانيته وكمان يعني بتميزه ونجاحه ممكن يكون انسان عنده انسانية ونفس يقدم حاجات كتيرة ولكن حاجات كتير اللي عايز قدمها دي هو مش يعرف يقدمها بالصورة الصحيحة ولكن لما نلاقي دكتور متميز ناجح ماشي في بحث بقاله دي عشر سنين عشان يحاول يعمل احصائية او حصر الاهل الغربية ويعني يثبت قد ايه فيه نسبة اورام داخل المحافظة دي يعني دي حاجة شرع فينا كبير قوي وده طبعا اكيد ما بيبقاش دكتور عادي ده بيبقى دكتور متميز هو طبعا مجموعة الاطباء اللي ماشيين في البحث ده اللي اموا به بقالهم عشر سنين ولكن لما كمان يقدم مبادرة وبيقدم خدمات لكل مشاهدي برنامج الطبيب وعلى شاشة المحور ان هو بيستقبل خمس حالات لعلاج الاورام حتى لو الاورام دي وصلت او الورام ده وصلت هو محتاج عملية جراحية يعني الموضوع ما بيختصرش بس عن علاج او كمان او ايا كانت نوع العلاج ايه لا كمان لو دخل فاعملية هو برضو اكيد بيستقبل الحلال دي الحمد لله الفترة اللي فاتت يعني انا كمان جالي شخصين ما ستجيت وفي حد انا وصلته بنفسي للدكتور وفي ناس وصلوله وعرفوا يوصلوله هنقول المبادرة دي خلال وعلى مدار الفقرة بس خلينا نرحب به ونقوله ان احنا سعداء بوجوده معانا استيس دكتور ابراهيم عبدالبر محمد سيف الدين خبير الاورام وزمير جماعة كاليفورنيا اهلا بيك يا دكتور اهلا بحضرتك بسادة المشاهدين مبادرة حضرتك طبعا قسرت الدنيا بس قسرت الدنيا ساداني في الانسانية ربنا خليك يعني انا بحييك على انسانيتك وعلى نجاحك وعلى تمييزك شكرا جزيلا لو هنكمل مبادرتنا مع كل مشاهدي برنامج الطبيب انا دايما بحب ان اي دكتور معانا مشرفنا عامل مبادرة لنس هو اللي يقولها بوشه بابتسامته بملامحه اللي كلها فخره وانسانية ومصري كمان دكتور مصري كله من اختخر بيه ربنا خليك هي المبادرة علاج خمس حالات مجانا في مستشفى السلامة التابعة لجمعات الاورام بالغربية يشارع البحر بطنطة اوكي شامل كل حاجات تشخيص والعلاج سواء كان علاج جراحي او كيمائي او اشعاعي حلو اوه طيب انا سمعت الفقرات اللي فاتت في جيل حضرتك ناس من القاهرة جي من القاهرة وجيه من الشرقية وجيه من الفيوم بالاضافة لأهل الغربية نفسهم سهل الوصول يعني للمستشفى معروفة اوكي انا بشكرك طبعا اكيدا على النجاح ده خلينا بقى نبدأ في الاساس حضرتك مهتم جدا ان احنا نوصل صوتنا للدولة وانا بقررها معاك وانا بنضم صوتي لصوتك ان احنا نعمل حملة لمكافحة الاورام اه مشيد حضرتك في احصائية عملتها لمدة عشر سنين انا حابة تكلمني عنها نعم والحقيقة هي اللي انا عايزه ان احنا يعني ده حلم من الاحلام بتاعتي ان احنا نطبق برنامج لمكافحة الاورام لالالبرنامج فيه نوع من التخطيط والاستمرارية اوكي ولابد ان يبنى او يخطط ليه تخطيط علمي دقيق حال من خلال التركيز على عدد ونوع الاورام الموجودة في مصر وعلاقتها بالبيئة ونبتدي نحارب البيئة المسرطنة ونجعلها بيئة صديقة بحيث نقلل هذه الاعداد او نقي المجتمع والناس منها خاصة المسرطنات المعروفة في البيئة زي الالتهاب الكابدي والحمد لله الدولة ماشية في هذا الاتجاه بس ينقص الوقاية مش بس العلاج وبرنامج مكافحة البلهريسيا ونجحت الدولة فيه فعلا والتدخين ومسرطنات اخرى حلو اقل فاحنا لو بدينا هذا البرنامج حنقلل الاعداد وحنكتشف الحالات مبكرا ونشخصها مبكرا نتائج العلاج هتكون افضل تكلفة العلاج هتكون اقل وحنجنب طبعا المجتمع والدولة نفقات العلاج الباهزة نتيجة السرطان طيب حقيقة شيف ان لو احنا عملنا الاحصائية دي داخل القاهرة العدد ممكن فعلا يتحسر او نعرف نسبة الاورام يعني ممكن كل الغربية دي محافظة لكن لو مشينا على الاحصائية دي كقاهرة او ككل محافظات مصر بقى اسكندرية قاهرة ده اهلية يعني فيه محافظات كتير داخل المصر وهو الحقيقة صعوبة صعوبة الايجاد اطلس للتسجيل السكاني للسرطان تكمن في ان انا لازم اجمع كل الحالات وانسبها الى عدد السكان والفئة العمرية اوكي الغربية كمثال ان قلت لحضرتك قبل كده انها قد تمثل مصر لانها مجتمع مدني ريفي غني فيه الغني وفيه الفقير وبعدين تعداد السكان فيه اربعة ونص مليون اوكي وبعدين تلتمية وستاشر قرية بنجمع منهم الحالات لو عملنا حاجة زي كده في القاهرة طبعا هيبقى نجاح صاحق لكنه صعب جدا لانه صعب جدا ان انا اجمع الحالات في القاهرة نظرا لتعدد الجهات اللي بتحرب السرطان في محافظة القاهرة ساشفات كتير جدا معامل كتير جدا مراكز اشعة كتير جدا وهكذا فالنجاح اللي حصل في محافظة الغربية لان احنا قدرنا نحصر الاماكن اللي نقدر نجيب منها الحالات والحمد لله نجاحنا في كده وطلعنا الاحصائيات اللي موجودة حب اقول لحضرتك ان اللي حصل في محافظة الغربية لا يوجد مثيل ليه لا يوجد مثيل ليه في افريقيا الا في اربع دول اخرى غير مصر ولما جات منظمة الصحة العالمية تدقق في الارقام عشان تنشرها في الكتب بتاعتها لقيت ان محافظة الغربية هي افضل وادق ارقام على مستوى القاهرة فاحنا فرصتنا الحقيقة ان احنا نستخدم هذه الارقام ما تبقاش مجرد ورق وارقام نركنه على جنبه ما نستفدش منه لانه مجهود لابد نستفيد منه لو انا مثلا يعني هيأت النفسي ان احنا هنبتدي اهو لمكافحة الاورام نعم ايه اول خطوة ممكن نبتدي بيها اول خطوة طبعا ان انا ارجعت الاول ليه الاطلس اللي بقول لحطيتك عليه عشان اشوف اكثر الانواع شيوعا ايه والنسب التواجد بتاعها ايه ده الاطلس البرنامج لحطيتك اه عشان اشوف المعدلات مشيت عليه بقالك عشر سنين او ابتديت مازبوط تعمله اه فعشر سنين اشوف المعدلات اللي موجودة في مصر اوكي واشوف علاقتها بالبيئة ايه اه واحاول اه يعني احارب البيئة المسرطنة اللي تسببت في هذه المعدلات المرتفعة زي مثلا سرطان الكبد والمسانة وستاشر سرطان اخرى مرتبطة بالتدخين حلو فلازم ادرس الاول البيئة وحط خطة لتعديل البيئة ومحاربة البيئة المسرطنة وزي ما قلت الحضرات جديدة محتاجة موجود كبير جدا من وزارة الصحة وزارة البيئة الاعلام عشان اغير فكر الناس وزارة الزراع وزارة الصناعة ده كله كل وزارة من هذه الوزارات يمثلها مسؤول كبير يكون موجود في لجنة مشتركة ونحط خطة علاج بالورقة والقلم هل نجحت هذه الخطة في بلاد اخرى طبعا نجحت بس ما قدرش اخد اي خطة لدولة اخرى اطبقها عندي لان زي ما قلت لحضرتك مشكلتهم غير مشكلتي صح انت كمان مختلفة بالزبط النوع الاورام ممكن يكون في تزايد يعني عن الاخر في دولة عن التانية لازم نتخلص من مشكلة العلم اللي نازل علينا بالهليكوبتر اوك ان انا اقلد دولة تانية افريدي هو عنده مشكلة سين انا عندي مشكلة صار صح لكن لو انا عندي مشكلة سين زيه نفس المشكلة اشوف هو عمل ايه استفيد من تجربته وحاول حلها من خلال امكانياتي الخاصة وبما يتلقم مع البيئة بتاعتي وما اطلع بحلول عملية تقدر فعلا ان هي تكون حلول نكحة ومثمرة لان العلم لا بد ان يكون علم في خدمة المجتمع طبعا لو العلم مش في خدمة المجتمع اصبح كلام فيه صفسطة مجرد ان انا بتكلم كده وخلاص لكن العلم لازم يحليلي مشاكل اشوف مشكلتي ايه في البيئة بتاعتي وحلها اشوف الحلول العلمية بتاعتها ايه اوك لو انا ابتديت يعني احنا هنقول هنمشي على الاحصائية ولازم نحصر احنا عندنا قد ايه وبعد كده هنبتدي ان احنا نكتشف المرض بدري نعم كوني ان انا اكتشف الورن بدري دي بتفرق ما بيني ان انا مثلا حج اكتشفه مفاجئ او مثلا في اورام ممكن يكون انا ملهاش اعراض انا معرفش ان انا عندي ورم بسي هو المريض نفسه لا يكتشف لانه لو اكتشف باسمه تشخيص اوك لان الاكتشاف المبكر غير التشخيص المبكر اوك التشخيص يوجد اعراض المريض جاي او المريضة جاي تقول فيه كتلة او فيه ورم او فيه بقرة موجودة سواء كانت هذه البقرة ظاهرة في الجسم من الخارج او ظهرت باشعات او المريض او المريضة يشتكي من اعراض معينة اذا اشتكى من اعراض او موجودة علامات زي كتلة او بقرة موجودة في الجسم باسمه تشخيص حلا انما الاكتشاف انا اللي لازم اقوم بيه اكتشفه والاكتشاف ليه شروط يعني لازم اوجه جهود المجتمع لاكتشاف الاورام الاكثر شيوعا في المجتمع يعني ما اقدرش اوجه مجهودي وفلوسي وامكانياتي نحيط حاجة تمثل واحد في المية من الاورام لا انا اروح نحيط حاجة 30% من اورام عشان لو نجحت ده طبعا بني انا على الاحصائية لو احنا مشينا عليها لو اطلس هنشوف ايه مازبوط اللي ظاهر اكتر ونبتدي ان احنا يعني الناس عن احنا ندور عليه بالزبط فانا يعني الاكتشاف المبكر ليه شروط الشرط الاول ان يكون الورم اللي انا بدور عليه يمثل مشكلة بالنسبة لي مشكلة في المجتمع بتاعي او مشكلة قومية نسبة عالية فاحنا عندنا بعض الاورام النسب بتاعتها عالية جدا بالمقارنة الى دول اخرى قد نكون الاوائل فيها او التنين على مستوى العالم عايزة اسأل حضرتك سؤال قبل ما نختم فقرتنا لو مشينا علي الاطلس او احصائية ان احنا نحصر قد ايه احنا عندنا في مصر نسبة اورام اوكي هل فيه تحليل واحد معين انا لو عملته لشخص اعرف ان هو عنده يعني ايا كان بقى نوع الورام اللي عنده في جسمه ولا ولا معلومات لا 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 يوجد تحليل سحري او اختبار سحري ببساطة لان الاورام او السرطان ليس مرض واحد او لو مرض واحد يبقى ليه اختبار واحد لكن هو اماكن كتير جدا في الجسم يمكن انا قلت قبل كده حوالي 183 اه لكن ملهوش مفيش اتعافي من تحليل دم انه فيه نسبة سرطان او اورام في جسمي ايه كان كل مكان مكان لها الاختبار بتاعه للاكتشاف المبكر اه دكتور ابراهيم انا بشكر حضرتك جدا وقبل ما اختم نفسي حضرتك تعيد المبادرة اللي حضرتك عملها البرنامج الطبيب اه تحت امريكية علاج خمس حالات مستشفى السلامة التابعة لجمعية الاورام بطنطة شارع البحر خمس حالات التشخيص وعلاج بكافة اروع حتى لو وصل للجراحة جراحة والعلاج الكيمائي والعلاج الاشعائي احنا بنشكرك جدا كمان بنشكر دكتور ابراهيم لان هو قال لي مش لازم يكون من اهل الغربية بس يا جماعة لا يعني اي حد بيشاهدنا ممكن يتوجه لدكتور ابراهيم طبعا احنا بنقول خمس حالات احنا بنشكره طبعا على المبادرة لمقدمة الهيلة دي خليني اشكر معاكم اساس دكتور ابراهيم عبدالبر خبير الاورام زميل جماعة كاليفورنيا وانا جماعة بشكركم شوفكم على خير ان شاء الله موسيقى 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 موسيقى